ستوري ديال اليوم عليه واحد دري بسبب اللغة تبدلات حياته راشيد 27 عام ولد كازا قرحت الباك منجحش فيه ويخرج من القرايا من هناك يقول لكم اي واحد عنده الباك ماشي ما تنزحش فيه الملعيم اللول ساعة فيه وتمشي عاود مرة اخرى ماشي قاعد حويش في الحياة كي تشده من المرة اللوله ونزيدك انا دبار ابقومة اي ماشي شارف اوكي يعني عقل على الباك اما في دماغي على الباك كناديك العام انا باقي بروش فكان نصحك انا دوك الاعوام ديال الليسي رمك كينش بحالهم ووالله ما غتعود تلقاهم حتى ديك من بعد ورا الباك كنت تلقى ديات ولي سريو شوية اما وراها قال خدمة والحياة بطلع معاك داك الشي عندك متير بيعاود لباك اخويا بشوية لك استجمم تمتع مالك عامش كتير تدير فيه قاع تخرج من القرايا ومش تتقييد فلو اف بي بي تاي ولا الليشي بعدان كي يقراو فاو كي بغوي السيليوها يقول ليستيار بدك الشيء ديال الدسان دو باتيمون كمل ذلك العامين اخذ ديبلوم ديالو بدك يستاجر في واحد الشركة اوه طوالا اعطيتك الشركات اللي عزيزة لهم بدك الاستاجر اوه معنى اغتتعلموا اوه ما مالو ادامرين عليك ما طالع عليهم بوال او بشي صالير قليل شاهد راسه ما مرتاحش في ذلك الشيء هو يخرج منه ولا عطا غير القلوس في الدار والسيريات تفرج مره مره يخطف شي بريكولات مع الدراري لماذا يضع باني ولكن اغلب الوقت غير قلوس واحد نار صاحب اللي كان معه في ليستا شاوه ما كان شاد الباك صافت لي فيسبوك فين سافا قال لي راشيد فين شادة انا انا ربي سهل عليها ومشيت الالمانيا قال لي راشيد اوه كيف ادرشي لها انا دخلت تعلم الالمانيا في السنتر وما يصافتوني هنا راشيد ديكسا ما زادت السولة لاشي حاجة اخرى مرحبا عندك 1200 درم في الشهر تجد الحصاس في السمانة السيدة تشرح ليه هو مشالي استمع مني قاتليه 1200 درم في الشهر هو ميتين ما عندهوش وحتى دارهم يالله مكافيين مع الكراه والمصروف لانه رجع للدار ثاني مدمر وطالع ليه الضم حتى بدك يبالي واحد الامال اللي يقدر يبدل بيه حياته ويعود مشاهوه اللي رجع للدار وهو كيتفرج في يوتيوب حتى تطلع لي فيديو العنوان دياله كيفاش تعلم أي لغة في ربع شهور هو يدخل ليه هو كيتفرج في فهم باللي راه ممكن يتعلم الألمانية غير من الدار اللي بايدوي كنتصح بأي واحد يدخل هذه الفكرة مزيان في راسو باقي تتعلم الانغليا مثلا ولا الفرنسي راه فيديوهات كينا في انترنت دخلتها وقيت لرأسك كم سوية كم سنطر كم تصحى رأسك باقي في الثمانينات أبارل انتمن دوك الماركات اللي يقرأ وقرأ وقرأ وقرأت سموكين وستعد هذا شيء أخرى فهم الأمر يستطيع التعلم من الدار بالتليفون وفي الامر يخلص حتى ريال وهنا بدأك يقلب على شيء واحد يتعلم الألمانية لقد وجدت شين في بلايليست كيف التعلم الألمانية من الصفر راشيد يصبح متبع معه يفطر بك الكورس ويتعش به مسكين بحال عم ربيح وحد الفراق كان عنده نفسه في حياته وذلك يرجع الذي يتعلم بحالك يتعلم شيء جديد وعجبون ذلك يبعون أن يتعلم تزيد على ذلك وبدأك يخشيش الأفلام والأغاني أو يتفرج فيهم ويجبونهم بالألمانية سنة هذا الكورس قبل من الوقت الذي يسالي فيه وحتى اللغة الألمانية والذي لا تقوله جيدة ولكن يتعلم معك بها تفهمه يفهمك وخم خربك لماذا يتعلم أن يتعلم قليلا وليس بحال في الأول وبدأ يفكر عندما ذلك نبدأ نقلب على كيف نمشي الألمانية وضعوا لدينا بعض المتيحان وضعوا لدينا التعليق وبدأنا على المشيء ومشينا سؤلوا بشكل تصبح لم يقلت أولا غي ما كان بغي يقولي أنك أعرف شيء عاربة لا أعرف مهلا سؤلوا شيء على ليبيا سوروا عقل على الأو يبدأك لم يقلت كيف تفعلت الإطلاق لا أقلت في صراحة كيف تفعلت الإطلاق لا أقلت لا أعرف أن يفعلوا في هذه الأحظة وكما بعد أن يحصل لا أعرف أن يفعل ثم يعطيك بحالة الأجوية غبر وصل لكتوب عقلكم ما زلت تفاهمه في الثالث الرابع بشيدة اي باقي صغار راشيد رجع لدك الصنطر قال لهم بغيت الكنترات للسطاج لكي نمشي لألمانيا قال لي مرحبا لك أخي ستتعلم لألمانيا هي اللولا قال لهم راني كنعرف لها اه كتعرف لها واسمح لي لم أقرأتها ما لدينا ممكن أن نعاونوك وما أصلا دلنا تكاملين وكي نعاونوك بنادم حقا هذا البلد يصطاجات غير أكسترا بشي يجيبوه بنادم يقرأ تمافين كي يديرو فلوس رجع عاو تاني مسكين كي يقول ما عندي ظهر حتى تعلمتوا في الخرع الأولو اطلاقا مع واحد صاحبوني تعاود لها ذلك البلان قال لي ركائية قال ليش ما تشوف شي واحد كي يبيع الكنترات العشيروت هو باقي عايش في ألفين وجوج ياما الطاليان بكنترات ولكي نتشير باقي كين راشيد بدك يقلب ويسول باجات فيسبوك جروبات في الخرع على الكنترات ديال واحد السيد اللي كيبيع الكنترات بش حال بخمسات المليون والكنترات كتكون في 6 شهر يا راشيدة يامعه باش ينقص ليه والطلاب والرغيب والبكام سكين كيلي يشوف انا قدرش نهبط لك آخر نخليها لك بربع ونص راشيد ما قادرش على هذا الفلوس رجع للدار مدمر عاو تاني وفاقد الأمال ديس يومين واحد منهم يسمع شيء العباعة يطلع يا راشيد ذاك شيء لدينا ذاك النار كان واحدة الشركة كانت تخدم على الألمانيين وخصم شيء واحد الذي يخدم معهم هنا في المغرب راشيد قال مخير ادني تعلمنا تعلمنا نتسافد ويبدأ معهم خدمة كانت تخدمته مع الكميونيكاسي ما بين الناس في المغرب والناس في المغرب في هذه الشركة تسمعهم عامين وما عقل شعله راشيد قرب 30 عام فهذا العامين ترفع عقله تقادت فيه مع محياته عنده صالير مزيان وحيد من باله الفكرة براقع يعني اصلا ذاك البلان كامل كان يقدر يكون غير في كل اللحظة ما كانت شفها هو مقاد فكانت يشوف في كل اللحظة يا زعمالي ستقادل له حياته ليس فكرة خاطئة ولكن حيالتك تقدر تقادت في المغرب حتى الواحد النهار تلعيط عليه الشاف دياله يقول ليه راش شركة ما سيكون مزيان ويكبره وسيزيده واحد اللوكال تمالي ملياني هنا مع المغرب ونريد شيئا لكي تكلف بي وليس لديه حسن منك دريل اللي تقيقه ومسؤول راشيد مخاك كما قدت وفرحة وعندك النهار مع وراقه بدك يدفع معهم ومني جاء النهار مع حوالي يسلم على أصحابه ومشا لما تعرف أسرع وقت مني وصل كانت الشركة أعطيتهم وعرة وبوست بصالة ربعات المرات اللي كان خدام به في المغرب والتوضيحة الشركة كبيرة ويبقى تاوي كبير معهم فيها ودابا عيش بخير وباقي نعطيهم ديك اللباق تعمل يعني الصالير وكي ياخدوه ما كيخسرش منه بثاف مرتاح وفرحان كي عاون دارهم وقالي يفكر باشي تزوج فكما كتلاحظو مش ديما ذلك الشيء يكون في بالك ولك الهدف هو اللي غيوقع ديما والهو اللي في الخير لك ديما ولكن كبير تدير شيء وبغي توصل لشيء رغي تحلول كبيرا الخيبة هو فراز 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 فتحرك والله يردع لكم أنا أحاول تحرك وان شاء الله تسهل لكم وتهلوا فراز لا تنسوا تشاهدوا فيديو مع أصحابكم يستفيدوا باقي من الموتيف يبدو في شيء مباشرة ذا فراز